حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن صالح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت وابسة ابن معبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم فقال جئت تسأل عن البر والإثم فقلت والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره فقال البر ما انشرح له صدرك والإثم محاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة قال سمعت هلال بن يساف يحدث عن عمري بن راشد عن وابسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى رجلا صلى وحده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته حثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلامي عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابسة ابن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وإذا عنده جمع فذهبت أتخطى الناس فقالوا إليك يا وابسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يا وابسة فقلت أنا وابسة دعوني أدن منه فإنه من أحب الناس إلي أن أدنوا منه فقال لي إذن يا وابسة إذن يا وابسة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته فقالا يا وابسة أخبرك ما جئت تسألني عنه أو تسألني فقلت يا رسول الله فأخبرني قال جئت تسألني عن البر والإثم قلت نعم فجمع أصابعه الثلاثة فجعل ينكت بها في صدري ويقول ويقول يا وابسة استفت نفسك البر ما أطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس والإثم محاكا في القلب وتردد في الصدري وإن أفتاك الناس قال سفيان وأفتوك حثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد قال أقامني على وابسة ابن معبد فقال حدثني هذا أن رجلا صل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته حثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمري بن عطية عن هلال بن يساف عن هلال بن يساف عن وابسة ابن معبد أن رجلا صل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد حثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمري بن عطية عن هلال بن يساف عن وابسة ابن معبد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صل خلف الصف وحده فقال يعيد الصلاة حثنا عفان حدثنا حماد بن سلامة أخبرنا الزبير أبو عبد السلام عن شمري بن عطية أيوب بن عبد الله بن مكرز ولم يسمعه منه قال حدثني جلساؤه وقد رأيته عن وابسة الأسادي قال عفان حدثني غير مرة ولم يقل حدثني جلساؤه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه فجعتوا أتخطاهم قالوا إليك يا وابسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلت دعوني فأدنوا منه فإنه أحب الناس إلي أن أدنوا منه قال دعوا وابسة أدنوا يا وابسة مرتين أو ثلاثا قال فادنوت منه حتى قعدت بين يديه فقال يا وابسة أخبرك أخبرك أو تسألني قلت لا بل أخبرني فقال جئت تسألني عن البر والإثم فقال نعم فجمع أنام له فجعل ينكت بهن في صدري ويقول يا وابسة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات البر ما أطمأنت إليه النفس والإثم محاك في النفس وتردد في الصدري وإن أفتاك الناس وأفتوك حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال أرني زياد بن أبي الجعد شيخا الجزيرة يقال له وابسة بن معبد قال فأقامني عليه وقال هذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى في الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة قال وكان أبي يقول بهذا الحديث